وده كان واضح منذ البداية ولو حضرتك تكلمنا بقى بالتفصيل عن لما كان هو قائد للفرقة 16 مشافي في حرب أكتوبر وفي معرفة بالمزرعة الصينية تفاصيل هذه المعركة يعني ده منعطب بقى العمليات الحرب هو شارك في حرب 67 يعني هو خريج قبل كده حرب 67 والاستنزاف وحرب أكتوبر وحرب أكتوبر وحرب الاستنزاف حرب أكتوبر كان قائد كتيبة كتيبة يعني بدعمها حوالي رقم بين 500 و600 مقاتل تقريبا يعني كان قائد كتيبة في الفرقة 16 المنطقة دي حكي متفضلت المعركة المزرعة الصينية كلمة أولا كلمة مزرعة الصينية ملهاش أساس أصلا ده مشروع ياباني أقاموا اليابان في المنطقة دي لكن الحروف الصينية واليابانية والكورية من المدرسة واحدة فأطلق المزرعة الصينية وذهبت مثلا لكن لا توجد صينية أصلا حتى كان مزرعة اليابانية من المراحل الرئيسية في الحرب يعني حرب 73 يعني حرب 73 طبعا يعني في حد ذاتها دي معركة شرف وكرامة معركة بطولة معركة بطولة حيث أن أنت أن الجيش المصري يؤدي الأول قبل ما نقول المعركة نقول أن هذه الحربة كانت حربة حتمية يجب أن مصر تخضها لتنتقل من الهزيمة إلى النصر ومن احتلال الأرض إلى تحريرها يعني فده الهدف الرئيسي اللي كل العسكرين اللي في المرحلة دي شاركوا فيه أنا شاركت 67 سحابنا دون أن نرى القوات الإسرائيلية وحسبت علينا هزيمة بلا حرب وكل الجيل بتاعنا ثم شاركنا في حرب السندف شاركنا في حرب 73 كل الجيل ده اللي منه ست مشير طنطوي كرامز والأكبر منه والأصور منه شاركوا في هذه المرحلة اللي يتحقق نصر عسكري مؤذر بإمكانيات أقل يعني ده من نقطة مهمة حضرتك يعني الإسرائيل تملك الإمكانيات التكنولوجية الأعلى حاجات كثيرة في الحاجات الحزيمة يعني وخاصة دفاع الجو والقوات الجوية الحرب الإلكترونية احنا نملك الأقل الفرق ده السؤال اللي بيفرض نفسه إزاي مصر والجيش المصري اللي كان منه المشير طنطوي يستطيعوا أن يحققوا النصر يبقى لازم يكون الفرق ده الملاد أبطال يعني أو المقاتلين كانوا أبطال فعلا مش هيستسلموا أبدا بالتأكير يعني اللي قلنا فيه مرحلة خداع استراتيج ومرحلة مفجأة ومرحلة مبادة لكن مرحلة التنفيذ الجريء القوي مرحلة الرجال العقيدة اللي نفذوا بعزيمة وقوة وروح وطنية وروح روحية اللي نحن كنا فيها الرمضان كل الكلام ده كل الجيل ده اللي ينتمي ليه مشير طنطوي أعتقد أن ده يعني اللي قدم لمصر مصر طبعا تستحق كل شيء عظيم من دم وروح وكل شيء لكن بلا شك إن مشير طنطوي كان أحد هذه الرموث العظيمة ترجمة نانسي قنقر